اهلا وسهلا بحضراتكو الحلقة دي هنستكمل فيها تعريفات الـ variables كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تعريف الـ dependent و الـ independent في الحلقة دي هنتكلم على الفرق ما بين الـ variable اللي اسمه moderating والـ variable اللي اسمه mediating فتعالوا نشوف الـ variable moderating ده في تعريف واحد من الكتب اللي هو بيقول is one that has a strong contingent effect on the dependent variable, dependent variable relationship شوف حتى بنقرها زي on the independent variable, dependent variable relationship that is the presence of third variable اللي هو moderating بعدل بعدل ايه the original relationship between the independent and the dependent variable يعني هو كـ variable بيأثر على الـ dependent لا هو كـ variable moderating بيأثر على الـ independent لا طب بيأثر على ايه بيأثر على الـ relation بيعدل الـ relation طب هي الـ relation دي عبارة عن ايه؟ والله ممكن تبقى positive negative amount direction significance يعني كل الاسماء اللي احنا اتفقنا عليه طب ممكن نشوفها في مثال اه مثلا الـ example ده عندنا هنا الـ variable اسمه dependent productivity والـ example اللي ممكن يبقى بيتكرر معنا absentism الغياب الناس بتغيب والـ independent variable 2 salary ممكن يبقى هنا ايه؟ moderating يعني الـ absentism بيأثر على الـ productivity مثلا negative بس negative by 10% ايه اللي ممكن يأثر؟ مثلا يعني ممكن تبقى يبقى الـ traffic وهنا تاني يا جماعة ده مجرد مثال بالاسم يعني مثال بالاسم مباشر يبقى هو independent لو بيأثر بشكل غير مباشر وعلى العلاقة دي بيعدلها يبقى هنرسمه بالشكل الـ diagonal ده ونكتب اسمه جوه هنا traffic وطبعا هنقول اسمه traffic وتعريفه هو ايه؟ وبيتأسس ازاي؟ وهنكتب له hypothetical statement بس ده لما نكمل الحلقات القادمة اللي بتتكلم على كتابة التفاصيل دي ازاي تحت theoretical framework فبقى تعريف الـ moderating variable انه بيأثر بشكل غير مباشر انما الـ independent بشكل مباشر طب بيأثر غير مباشر على الـ productivity ولا على الـ absenteeism اللي هو الـ independent لا لا ده ولا ده بيأثر على علاقة ما بينهم فبدل ما الـ absenteeism كانت بتأثر بـ negative 20% تيجي الحالة المرورية تعظم من الـ negativity دي زودتها شوية خليتها 20% مثلا طيب تعالوا نشوف كده الفرق مثلا مع الـ mediating ده نوع رابع احنا قلنا الـ dependent والـ independent الـ moderating والـ mediating variable surfaces between the time ما بين الوقت the independent variables start operating to influence the dependent variable and the time their impact is felt on it اللي هو dependent variable يبقى هو تاني عشان نوضح لانه مش واضحة في التاكست بيأثر بشكل مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر الله ده زي الـ moderating ياس طب هيأثر ازاي؟ برضو زي الـ moderating positive negative amount direction significant كويس طيب وما لايه فرق عنه؟ time limited to time limited to effect impact او impact of time تعالوا نشوف مثال عليه تاني هنا علشان بس اوضح لكوا واستخدم نفس الكلمة والله لو احنا في context مثلا بلد معينة ممكن يبقى الـ traffic له تأثير دائم ولكن غير مباشر على productivity يبقى ده الـ moderating طب لو له تأثير دائم ومباشر يبقى independent طب النوع الثالث بقى او الرابع الحقيقة في الترتيب الـ mediating اه بيأثر بشكل غير مباشر ولكن غير دائم يعني مؤقت زي مثلا لو انت هنا هنسيب الـ traffic moderating ممكن تبقى مثلا الحوادث الطريقة او الكوارث الطبيعية زلزال مثلا اه الزلزال يدخل هنا يقطع العلاقة دي حتى بنرسمها على الخط وتبقى برضو متوازي ساعتها بقى mediating طب في معنى ان في context او في سياق اخر تبقى الـ traffic دي مثلا في بلد المروف فيها منتظم شوية يبقى الـ traffic ده mediating لا مفيش ما يمنعه وليكن المثال ده كده عندنا هنا مثلا مثال تاني بيقول انه الـ traffic هنا ممكن يبقى هو mediating طب بس هو ازاي يبقى moderating و mediating لا مش هيقوم بالدورين في نفس السياق او في نفس الـ context طب ده هيبقى ازاي والله البلد دي او المكان ده الـ traffic فيه لما بيرتبك او لا ينتظم او يؤثر بشكل غير مباشر على productivity هيبقى مؤقتة بوقت هتبقى حتى الحركة المرارية المرتبكة دي مؤقتة بوقت انما في بعض الاماكن حتى مش في بلاد في بعض اجزاء من البلاد وعشان كده قولنا ممكن تبقى محافظة اقليم ولاية مكان محتاجين نحدده في الـ problem definition عشان نشوف هنقبل ان الـ traffic هنا moderating ولا mediating زي ما بنقول او بنتكلم وبالتالي بقت الفكرة هنا انك انت محتاج تعرف لنا الـ variable اسما وتعريفا وتقول لنا نوعه هل يطرى dependent اللي هو الـ primary interest اللي انت عايز تقييسه وتتعرف عليه وتتنبأ به ولا هو الـ variable اللي بيأثر بشكل مباشر سواء positive او negative amount او significance ولا هو الـ variable الغير مباشر ولكنه دائم يغير ويعدل من العلاقة اللي ما بين الـ independent والdependent ولا هو الـ variable برضو غير المباشر ولكنه يؤثر بشكل مؤقت بوقت زي هنا مثلا الـ salary له تأثير positive الـ salary independent له تأثير مباشر و positive على dependent اللي هو productivity يجي حاجة زي الـ exchange rate او الـ inflation ايا كان اسم الـ variable هنا انما بنقرب بس بفكرة ان سعر الصرف او التضخم ومعدلاته ممكن تبقى هي او يبقى هو الـ moderating لا الـ moderating ايوه ليه لانه بيأثر بشكل غير مباشر طب لو بيأثر بشكل مباشر ممكن يعني طب دال مين والله لو بالنسبة لمصنع او شركة الـ productivity بتاعتها تتأثر بشكل مباشر بالمرتبات ان مساعر الصرف والتحولات والعملات والتضخم ممكن يبقى moderating طب لو انا بنك او الـ productivity بتاعتي تتأثر بالدرجة الاولى بالـ exchange rate يبقى انت بالنسبة لك انت هيبقى الـ exchange rate ده independent طب الكلام ده نقوله فين عندك 3 اماكن كبيرة في الـ problem definition هترسم لنا conceptual model يعبر عن العلاقات ونوع الـ variables واسماءها اللي تعبر وتعكس وترفلكت الـ problem بتاعتك او الـ context بتاعك طيب لو في الـ literature مش هتعمله انت هتلاقيه فعشان كده قد يكون يعني لو انت بتقول الـ traffic في البلد عندنا دائم التغيير او التأثير على العلاقات ما بين الـ independent و الـ independent هتختار الـ model اللي الـ traffic فيه moderating لو انت في بلد او في context او في حيز عمراني جغرافي في الـ problem بتاعتك الـ traffic فيه منتظم ومنضبط واي اتراف الحركة المررية يعتبر mediating او مؤقت يبقى ساعتها هتقول لنا هختار الـ model اللي فيه traffic mediating وبالتالي رسمة وتحديد الـ variables في الـ conceptual model بتساعدنا نفهم المشكلة بتاعتك عاملة ازاي وبتساعدنا نختار من الـ literature الـ model الاقرب ليك والانسب للاستخدام وبالتبعية هتساعدنا في الدمج اللي هنعمله ما بين الـ selected model او literature وما بين your conceptual model ارجو ان كده يكون وضحنا الفرق في الحلقة دي ما بين الـ moderating والmediating والحلقة اللي قبلها كان معانا الـ dependent والـ independent ورسمنا الـ literature map او prevailing literature map كmind map توضح لنا واقع الـ literature وانا هشتغل عليه الحلقة اللي جاية على طول هنبقى نتكلم على ازاي نبتدي نستخدم انواع الـ variables وندمج نبني theoretical framework جوه منطقة research design عشان نكتب الـ hypothetical statements بتاعتنا شكرا جزيلا لحضراتكم